شهدت الطائرة اليمنية القادمة مساء ثلاثة من مطار سيئون بحضر موت وفات راكب يمني قبل هبوطها بالقاهرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم نقل الجثمان للمستشفى لإعداده للدفن وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بمطار القاهرة تلقي برج المراقبة بمطار القاهرة اختارا من قائد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 606 والقادمة من مطار سيئون بحضر موت باستدعاء سيارة إسعاف وفريق طبي وفور هبوط الطائرة تبين وفات راكب اليمني صالح عبد الرحمن موليد 2003 على الطائرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد بدورة الدموية والقلب حيث كان قادما للعلاج بمصر وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميشي البكري لإعداده للدفن